بنبدأ الحلقة الثالثة بالبنت اليابانية وهي بتحلم إنها بتغرق وبعد ما تفزعت وصحيت من النوم نزلت تعد معاهم في صلط الطعوم وكان من الواضح إن ويلسون مسك عليهم زلة وأجبرتهم إن هم يكونوا متنكرين وكرهين اليوم اللي رجبوا فيه السفينة وفي الوقت ده بتكون السفينتين مكملة طريقها لرحلة العودة بعدها جابوا طبيب لأخت تريستر عشان يعرف سبب موتها بس الدكتور بعد ما فحصها وقت طويل جداً قال له من سبب الوفاة طبيعي سكتة قلبية أو جلطة في الدماغ بس مورة كانت وقفة والكلام عجبهاش لإن البنت كان شكل صحتها كويسة جداً وهنا الكل بقى مستغرب وعايز يعرف سبب موتها الحقيقي بعد شوية لقيوا حركة غريبة على السفينة وطلع يشوفوا في إيه والمفاجأة إن ظهر ضباب كتير جداً على امتداد المحيط وطبعاً السفينة مش هتعرف تمشي في الضباب ده ولذلك الكابتن قرر إنه يوقف في السفينتين لغاية لما الضباب يختفي تماماً ويبدأوا يتحركوا تاني بس رئيس الأمن ما كانش عاجبه القرار ده نهائياً بعدها راح الكابتن لمورة وورها الشريطة اللي لقاها في السفينة بتاعت بنته اللي المفروض إنها ميتة محروقة من سنتين والسؤال هنا الشريطة دي وصلت سفينة بروموسيوس إزاي؟ وإزاي أصلاً شاف بنته على السفينة وتكلم معيها ولكن بيتهيق له ومورة بترد عليه تطمنه كدكتورة أعصاب طبعاً إن دي كلها تهيقات مش أكتر من كده قال لها طب وبالنسبة للنفق اللي أنا شفته ده هل برضو أنا مجنون وبيتهيق لي؟ ما انت شايفاء قدام عينك؟ ودلوقتي الكابتن قال لها إنه عايز يرجع سفينة بروموسيوس مرة تانية عشان يلاقي السجل الخاص بالكابتن بتاعها لأن المفروض إنه هيكون مسجل فيه كل الأحداث اللي حصلت ودول بقى ركابة درجة الثالثة وفيهم أهل كريستر اللي بيدوروا على بنتهم اللي ماتت ونروح لويلسون اللي عاملة قلق للبنت اليابانية وكشفت عليها وعرفت إنها عزراء وطلبت منها طلب غريب جداً إنها تجاهز نفسها الليلة الساعة 8 ونروح للكابتن اللي رئيس الأمن قال له مش هتتحرك غير لما تفهمني إيه اللي بيحصل بالزبط بس الكابتن كان عادة نفضله وراح يكمل اكتشافاته مع مرة ويشوف هيعمله إيه ومساعد الكابتن لإنابي يكتب شفرة هنشوف بعدين هو كتبها ليه وده الولد الصغير في قودة مرة خاد المسلس الأسود ونزل بيه تحت السرير والكابتن نزل هو ومرة ورقبه قارب وقال لها إنه كان محتاجها وقت معرفة سبب وفاة أخت كريستر لإنه كان محتاج رأي تاني غير رأي الطبيب لإنه كان شاكك فيه وهي حكت معاي إنها خايفة ترجع لبلدها لإنها خسرت كل حاجة حتى الطفل اللي كانت حامل فيه ونروح للبنت اليابانية اللي فضلت تتخنق مع مامتها اللي عرفنا كده من الحوار إن ماشيها ما كانش تمام عشان تقدر تجيب فلوس وتربي البنت وقالت لها إنها كانت بتخبيها من أي راجل عشان خاطر ما تبقاش عاهرة زي مامتها والبنت لما سمعت الكلام ده انهارت وطلعت تجري ولقيت قدامها صندوق غريب ودخلت فيه تعيش مع أحزانها بس لما دخلت شافت رؤية عن أختها الصغيرة اللي ماتت بسبب غلطة عملتها وشوية وناس في نفس الرؤية خدوا الصندوق وحدفوا في البحر وده زي الحلم اللي كانت بتحلمه في أول الحلقة بالضبط بس فجأة لقيت أوليك بيفتح عليها الصندوق وعرفت إن كل ده كانت هايقات وفضلت تتكلم مع أشوية وتعرفوا على بعض لغاية لما جات تظهر مامتها وطلبت من أوليك إنه يخبيها والقلق بدأ ينتشر بين الركاب اللي مش طيقين الكابتن لأنه بينفذ أي قرار هو عايزه بدون الرجوع ليهم وبنعرف برضو من ركاب الدرجة الثالثة إنهم مش عايزين يرجعوا لبلدهم هم كمان وبنشوف فرانس كبير الحرس مع البنت الحامل وعرفها إن أختها ماتت وكانت نوايا مفضوحة جداً لإنه كان عايز يعمل انقلاب على الكابتن ما بين الركاب اللي فوق وركاب الدرجة الثالثة وده بنفهمه لإنه أصلاً الكابتن قاله ما يعرفش أهلاب موتها طب ليه هو نزل دلوقتي قال لهم والبنت الحامل دخلت عليهم وهي شايل أختها الميتة والكل بدأ يعايت عليها وواضح إن خطة الانقلاب هتنجح ونروح للكابتن ومورة اللي وصلوا لسفينة بروميسيوس المشؤومة وابتدوا يدوروا عن سجل القبطان بتاع السفينة والغريب إنه لما دخل قوضة الكابتن بتاع سفينة بروميسيوس لقى نفس الفتحة اللي فقضته بالزبط والغريب أكتر إن مورة شايفة وسكتة وما بتتكلمش خالص في نفس اللحظة الطفل اللي فقضت مورة على السفينة الأساسية سمع حد بيخبط على الباب ونلاقي دانيال داخله بيقوله لقيته ولا لأ والولد قاله لأ يا ترى هو بيسأله على إيه هنعرف قدام ونروح للكابتن اللي بدأ يحكي مع مورة ويسترجع الموضوع من أوله والحكاية باختصار إن من شهور ظهر مستثمر بريطاني واشترى تلات صفن ألمانية وعلامة المثلث اللي شايفها قدامك دي هي شعار الشركة بتاعت المستثمر ده وبيقول لها إن الكلام ده معناه إنهم لعبوا في حاجات في الصفن وهو لازم يكتشفها كلها وفي نفس الوقت على السفينة الأساسية قولك أخذ البنت اليابانية وخبها في المكان اللي بيحب يعط فيه لغاية ما يروح يجيب لها أكل بس لما سابها لقيت نفسها في وسط الضباب وتخيلت تخيلات جديدة وشافت فيها أختها اللي افتكرت إنها شبح وبنعرف إن ادت لها مشروب يخليها تنام فترة طويلة عشان تاخد هي مكانها في الشغل بس للأسف البنت ما استحملتش المشروب وماتت منه وكده بنعرف إن اختها ماتت بسببها وبسبب طمعها ولما قولك بيجي بتحكيله وبتقوله إن كان المفروض إن اختها هي اللي تبقى مكانها مش هي وبنعرف إن هي دي الزلة اللي مسكها عليهم ويلسون ونلاقي تريستر اكتشف موت أخته وتعصب جداً وكان بيكسر في الشبابيك وتابعاً فرانز رئيس الحرس وقفه بيتفرج ولما خرجوا سابهم قبلته تلت جسس واقعين على الأرض ونروح لمورا والكابتن اللي على سفينة تروميسيوس اللي فجأة لقيه قدامهم جهاز بيرسل إشارات والمفروض إن الشركة اليابانية هي اللي حط الجهاز ده بس الغريبة إنه ما كانش شغال وبيقولوا لنفسهم معنى كده إن الشركة ما كانتش حطاها عشان الإشارات لأ دي كانت حطاها عشان حاجة تانية خالص أيوة طب كل ده برضو ما بيفصر لناش الجسس اللي ماتت راحت فين وقال لها إن المنطق بيقول إنه محرق الجسس طب لو ده حصل فين العظام اللي هتتبقى من حريقة الجسس ورحوا عند المحرقة عشان يشوفوا فيها عظام ولا لأ والمفاجأة إنه ملاقيوا في المحرقة سجل بكل ركاب السفينة والغريب أكتر إنه مرة لما قربت منه وسألته لقيت حاجة قال لها لأ ونروح للبنت اليابانية على السفينة الأساسية اللي رجعت لمومتها داني بعد ما جريت منها وكان من الواضح إنها غيرت قرارها وقررت إنها تشتغل زي مومتها وتعمل لويلسون اللي هي عايزية اللي هو إيه بقى؟ اللي هو روسيان اللي زهق من مراته وعايز حاجة جديدة بس لما راحت لروسيان اكتشفت إنه عايز حد يتكلم معاه ويعيش معاه أحزانه مش عايز حاجة غير كده خالص بس هو بيتكلم فجأة جات له تشنجات غريبة بسبب العلاج اللي أخده ونروح لمورا والكابتن اللي خلصوا المشوار بتاعهم ورجوه وهنا فرانز كبيرة الحرس أخدت 3 جسس ووراهم لمساعد الكابتن وابتدى يربط بين الجسس دي والجسس اللي اختفت على سفينة تروميسيوس بس لأى إن مساعد الكابتن أضعف من إنه ياخد قرار فانا في فضله ومشي جمع كل رجالته وطلع على ركاب الدرجة الثالثة ووزع سلاح على الناس عشان يبقوا جاهزين للانقلاب وقالك ما كانش عاجبه اللي بيحصل وكان عايز يبلغ الكابتن بس ملحقش لأنهم مسكوحة بسوه وبدأ اللي انقلاب بالفعل وأنخل لمحهم وراح بسرعة على راميرو اللي كان عمل نفسه كاهن وبيفرحوا بالانقلاب اللي هيحصل بس راميرو بيتخانق معاه وبيفتكر الراجل اللي قتله بسببه وبنفهم من سياق الكلام إن كل اللي راجبين على السفينة عندهم ذكريات مؤلمة عن جريمة عملوها في حياتهم والمشكلة دلوقتي إن راميرو قلب على أنخل صاحبه وقال له أنا مش عاجبني إنهم هينقلبوا على الكابتن وهروح أبلغه وخد المفاجأة دي بقى الكابتن لما فتح السجل اللي في أسماء ركاب سفينة روميسيوس لقى اسم مورا من ضمنهم وبيظهر لنا دانيال مرة تانية وبيكلم مورا وبيفهم منها إنها موافقة الكابتن على كل التصرفات اللي بيعملها وحصل اللي قاله لها في بداية الحلقة وهو اللينكولاب كأن دانيال كاتب سيناريو والأحداث ماشية زي ما هو كاتبه بالزبط وحصلت الكارثة والكل هاجم على الكابتن في قطته وهددوه وأمروه بعدم الرجوع وبتنتهي الحلقة الثالثة بدانيال وهو بيطلع جهاز وبنشوفه بيتحكم به في كل الضباب اللي حوالين السفينة وبس خلاص لو عايز تعرف إيه اللي حصل في اللينكولاب وفي الحلقة الجاية هتلايه و دمكاش سيشا